الحكومة الإثيوبية ترد سريعاً على مرتكيب مجزرة راح ضحيتها مئة مدني في منطقة بنيشانجول جومز ضربة قوية أدت لمقتل نحو أربعين شخصاً من مرتكيب المجزرة إضافة إلى ضبط ذخائر وسهام خلال العملية بحسب ما أفادت به حكومة منطقة بنيشانجول جومز أبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية قال في تغريدة على تويتر إن المجزرة التي وقعت في منطقة بنيشانجول جومز مأساوية للغاية معترفاً بأن جهود الحكومة لحل المشكلة لم تسفر عن نتائج مضيفاً أن الحكومة أرسلت قوة مشتركة إلى المنطقة لحل المشكلة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وهي هيئة مرتبطة بالحكومة لكنها مستقلة ذكرت أنه لم تكن هناك أي قوات للأمن أو الشرطة عندما وقع الهجوم حيث أدرم المهاجمون النار في حقول ومنازل وأحرقوا الناس أحياء أثناء نومهم وفق اللجنة من جهتها أفادت منظمة العفو الدولية أن أعمال العنف الأخيرة تؤكد على الحاجة الملحة للحكومة الإثيوبية للتحرك لوقف العنف ضد الأقليات العرقية هذا وأثارت النزاعات على الأراضي والموارد في البنشانغولغومز أعمال عنف بين الجماعات العرقية وكانت مذبحة الأربعة أحدث حلقة مروعة في المنطقة في الأشهر الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر